اشتركوا في القناة تزود المجتمع البحريني لافتا سموه إلى أن قوة الوطن تستمد من هذا الشعب ووحدته وتماسكه وحرصه على التصدي للتحديات والتعامل معها بروح وطنية عالية مشددا سموه على الاستمرار في متابعة كل ما يهم المواطنين والتواصل معهم بشكل مستمر لضمان أن يكون مسار التنفيذ في المشاريع والخدمات محققا لطموحات وتطلعات المواطنين وقال سموه أن أبوابنا مفتوحة لأبنائنا وستظل كذلك فنحن جميعا في هذا الوطن عائلة واحدة يربط بيننا أقوى الصلاة والتواصل بين أفراد العائلة واجب وضرورة لتقوية ركائز الترابط بينها بما يجعل الوحدة الوطنية محصنة ومنيعة لا تتأثر بأي تحديات وأضف سموه تعلمنا مما جرى حولنا من أحداث أن كل من يريد الشر لأي بلد فأول ما يستهدف تفريق أبناء الوطن وزرع الفنة بينهم وكل أمر يقود إلى الفوضى والخراب بعد ذلك يسير لذا علينا التمسك بعرى الوحدة الوطنية وتقويتها دوما بإشاعة قيم المحبة والتأخي هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لغضبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين بالمملكة ورجال الصحافة والإعلام والفكر والثقافة وجمعا من المواطنين وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما توالي بذله المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الإسلام والمسلمين وتوفير كافة أشكال الرعاية لضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام ومن أهمها تأدية مناسك الحج في أمن وأمان وبيسر واطمئنا وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم بجهود جبارة لصالح الإسلام والمسلمين فهي من جهة تدافع عن العروبة والشرعية وتعيد الأمل لمن دمرهم التدخل الخارجي ومن جهة أخرى تحتضن في هذا الموسم الإيمان المبارك الملايين من حجاج بيت الله الحرام من كل بقاع العالم وتحرص على أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة ومن يكر هذا الدور الكبير الذي تعجز عنه دول مجتمعة وتقوم به المملكة الشقيقة منفردة فهو جاحد وعليه مراجعة نفسه وموقفه واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي حيث أكد سموه أن التوجيهات واضحة لكافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة بأن تكون أبوابهم مفتوحة أمام المواطنين وأن قضاء حوائج الناس واجب عليهم وهو أساس المسؤولية التي هم على رأسها وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الصحافة الوطنية وكتاب الأعمدة في إبراز المنجزات والمكتسبات الوطنية والجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق للوطن والمواطن وتطويره على الرغم من التحديات مشددا سموه على أهمية أن يكون الإعلام الوطني داعما لجهود التنمية وخططها وأن تستند رسالته الإعلامية على مضامين تعرف المواطنين والعالم بما تم تحقيقه في هذا الوطن في ظل التحديات الاقتصادية التي تجعل من التنمية تحديها وفي شأن الدولي أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تعاطفه مع جمهورية الهند الصديقة فيما تعرضت له ولاية كيرلا من سيول خلفت العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه الباري عز وجل أن يتغمد ضحايا السيول بواسع رحمته ويمنى على المصابين بسرعة الشفاء والعافية موسيقى 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 موسيقى